معظمية الشام أو كما تعرف اختصارا المعظمية هي بلدة تابعة إداريا لمحافظة ريف دمشق تتسم هذه البلدة بموقع استراتيجي هام نظرا لكونها واحدة من أقرب البلدات في الغوطة الغربية إلى العاصمة دمشق والتي تبعد عنها نحو أربعة كيلومترات تحدها من الشمال كل من دمر وقدسية والصبورة وفي هذه البلدات مقار رئيسية للحكومة والجيش السوري ومن جهة الجنوب تحد بلدة المعظمية بلدة جديدة عرطوز وقطنة ويوجد على أطرافها مناطق عسكرية تابعة للجيش من أبرزها الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكرية هذه البلدة تعتبر متوسطة المساحة وتبلغ 35 كيلومترا مربعا فيما يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألفا منهم 30 ألفا من سكانها الأصليين والباقي وافدين من محافظات سوريا أخرى مع بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من عامين شارك أهلها في التظاهرات ضد الحكومة كما شارك البعض في القتال في مواجهة الجيش في بلدات عدبري في دمشق تشهد البلدة حاليا حركة نزوح كبيرة للسكان فيما تدور بشأنها عدة سيناريوهات عن أسبابها ومن يقف وراء هذا الحركة السيناريو الأول يقول إن الحكومة السورية تحاول إخلاء المدينة من المدنيين لتنفذ عملية فيها بغية دحر مقاتل المعارضة الذين يتحركون في دمشق انطلاقا منها فيما يقول سيناريو المعارضة إن الأهالي ينزحون إلى بلدات مجاورة لإيجاد ملاذ آمن وللهروب أيضا من الحصار المفروض عليهم منذ مطلع العام وبين هذين السيناريوهين تبقى التكهنات مفتوحة وغير واضحة بشأن مصير المعظمية غير أن وضعها وصف بالكارثي من قبل العديد من المنظمات الإنسانية ما دفع دولا غربية عدة إلى دعوة الأطراف المتحاربة في سوريا لضرورة إيجاد حلول لإنهاء أزمة المعظمية المعظمية